أغاني الموسيقية ممكن مع الفنان خالد عبد الرحمن أغاني المكبلة الله يذكره بالخير طبعا هذه من أجمل أيام حياتي حقيقة أخوة ابو نايف والفنان خالد عبد الرحمن طبعا أخوة شرف أي شخص رجل بكل معنى وكلمة وقف جنبي كثير في قصائد بألحان ومشاركات معنويا ماليا كل شيء فأنا من هالبرنامج من خلال أخوي محمد أنا أوجه له طبعا تحية ووجهه له شكر وفعلا له وحشة كثيرة على أنه خذتنا الأيام من بعض لكن ما زالت المحبة موجودة الله يمسيك بالخير ابو نايف مسيك بالخير الله يسلمك طيب ومشلون كانت البداية علاقتك معه من اللي يعني بادر للثاني خصوصا أنه أنت غنيت حتى دويتو معه يعني فترة يمكن ما كان فيها يكون دويتو يعني كان نادر شوي شوف أنا خالد طبعا علاقتي معه غير الفن أنا قبل خالد في الفن في الفن أنا قبل خالد لكن أنت تعرف لما تيجي مع الشخص الجميل تتوقف عندك حاجات كثيرة وتقع تناظر في جمالية الشخص اللي أمامك فكنت أناظر في جمالية خالد حقيقة كثير إحساسه وكلامه ألحانة بعد كده بدأنا طبعا نتعاون مع بعض كيف تعرفت على بعض البداية؟ إحنا خوة عمر يعني مش معرفة ما هي يعني وليدة لحظة أو سنوات وسنوات يعني قبل هالمجال طيب كيف كانت فكرة بداية التعاون يعني أول تعاون لك معه أول تعاون لي مع خالد كان في زين الوصايف طبعا كموسيقى إحنا نفذنا طبعا جلسة عند سلام العبدالله رحمة الله عليه في استوديو هتاف اللي هي نعنيت اليوم باكر ما عانيت كانت من أجمل الألحان اللي طبعا أنا أخذتها من خالد ككلام ولحن غنىها معك خالد؟ لا غنى معاي في زين الوصايف بس ما غنى معك في هذه لا ما غنى معاي في هذه هذه كانت منفرد طبعا هي لغاني اللي غنيتها لخالد كثيرة بقيت بحال يحسدوني في هواك نعنيت اليوم زين الوصايف أيضا برضو من الحانة غنيت لأستاذ رياضي إبراهيم طبعا غنيت أنا قلبي الشيق يضي يا دليلة مجموعة كبيرة مجموعة كبيرة يمكن حاجات انزلت وحاجات ما انزلت لكن يعني فعلا كانت تعاون جدا من أجمل يعني من أجمل الأعمال اللي أنا قدمتها كانت من أعمال فكرة الدودتو مع خالد رحمان كيف بدأت ممكن خالد نادر خالد هو شوف لا يعني ما يعني بمعنى دودتو معنى دودتو خالد كان يعني جدا قليل مشاركته معاي فنان ممكن يعطيك كلام يعطيك لحن أنت حر فيه خالد كان حريص معاي في الاستوديو فكنا نركب أغنية زين الوصايف طبعا فيه جملة معينة وحس انه هو المفروض انه يقولها فهو قالها معاي طبعا طبعا أنا اتفاجعت في الموضوع انه قال لا خلي هذه الجملة لي أنا فأنا اعتزت فعلا انه خالد قال معاي كلمة واحدة لانه شخص جميل التحامل معاه أنا اللي اذكر انه او قرأه شفت انه الكسيت كان عليه صورة خالد رحمان وصورتك برغبته والاسمين يعني كان ورغبته لانه كان حاب يخدم اخوه ما كانت برغبة منك يعني؟ طبعا هي الفكرة جت من يعني من خالد يمكن؟ لا خلينا نقولك من المنتج قبل بانه عشان احنا نعلم الناس او نعطي الناس انه الاعمال اللي مغنيها خالد الماجد كلها منك خصوصا انه العمل الشريط كلها كان كلام والحان خالد فيحق الخالد انه يكون مشارك بصورة يحق لانه يكون مشارك بصوت يحق لها باي شيء لانه كل الاعمال له يعني لا قصيد ولا الحان فأنا طبعا اول من طلب الامر هذا طبعا من خالد طبعا لما تناقشنا في الانه والا المنتج في انه يضع صورة خالد عبد الرحمن قد يكون له رؤية ترويجية لكن انا رؤيتي انه خالد يشرف اي شخص يكون معه غير كذا انه ابسط حق الخالد ساهمت انت شارك ايا كثير كثير ايش كان شعور الناس يعني وقتها او ردة فعل الناس انت اللي شفتها حمد الله ردة فعل جميلة طيب خالد طبعا انت تعرف انه من الناس اللي ما شاء الله جمهوره ما شاء الله يعني كثير وعناء محبي كثير فكان الناس يبغون يعملون مقارنة والحمد لله انه انا نجحت في انه انا وصلت احساس خالد للناس بالشكل اللي هم يتمنونه وبالشكل اللي يتمنى خالد باع هذا الالبوم اكثر من السابق نعم نعم كثير انا اذكر اذكر فترة من الفترات طبعا كانت ايام البوسترات يعطونا البوسترات الفنانين في المحلات فكنت كان يطلب مني توقيع البوسترات بشكل كبير وكنت احرج من هالأمر تعرف انت لما تطلع الشهرة كيف من اسباب النجاح انه انت ترى الناس مثلا تجيك عشان توقع البوستر وتوقع الا مثلا على غلاف شريطك او كذا فالحمد الله يعني هذا معناته محبة من الله تستعليك الحمد الله الله يطول